كل مرة تخنق الحكومة أنفاس العراقيين وهي ترش الملح على جراحهم التي أوغل فيها فساد المؤسسات الحكومية والأحزاب والكتل السياسية بصراعتها التي لا يكاد ينقض واحد منها حتى يبدأ آخر آخذة معها كل حلم وردي يلوح لناظره في أفق بعيد فلا هم قادرين على الصراخ ولا هي تتركهم يقاررون مصيرهم بأنفسهم ليتحرروا من العذاب الأليم كورونا وما أدراك ولكن هذه المرة في مخيمات النازحين الذين تطوقهم الآلام والأحزان من كل جانب ليأتي شبح الوباء ويكمل رحلة أحزانهم الطويلة التي رسمتها الحكومة وميليشياتها بأحرف من نار أحرقت ما تبقى من أوراق اللعب التي قد تخفي بين طياتها فرجا قريبا أو بصيص أمل في نهاية نفق مفوضية حقوق الإنسان دقت ناقوس الخطر بعد إصابة أحد النازحين في مخيم حسن شام بمحافظة نينوى بالفيروس وطالبت حكومة الكاظمي بالتدخل العاجل لمنع انتشار الوباء بين النازحين خاصة أن المخيمات التي تضم نحو مليون نازح شمالية وغرب البلاد تفتقر إلى وسائل التعفير والتعقيم محذرة في الوقت نفسه من كارثة إنسانية قد تقع في المخيمات إذا فقدت السيطرة على الوباء مركز النماء لحقوق الإنسان أطلق تحذيرا شديدا للمنظمات الإغاثية والإنسانية مطالبا بسرعة إنقاذ المخيمات وتوفير وسائل الوقاية والتعقيم لمنع تفشي الوباء في وقت أقرت فيه وزارة الصحة بعجزها عن تغطية احتياجات النازحين بحسب المتحدث باسمها سيف البدر ويقول مراقبون أن الظروف القاسية التي يعيشها النازحون والخيام المكتظة بهم تزيد من فرص الإصابة وخطورتها السلطات الحكومية من جانبها تلقي باللائمة على المواطنين بذريعة عدم التزامهم بقرارة الحجر الصحي وحضر التجول زاعمة أن ننهيار أسعار النفط سبب ضعف القدرة على التجهيز بالمعدات اللازمة لاحتواء الفيروس النازحون في هذه الدوامة هم الخاسرون فالميليشيات المسلحة تمنعهم من العودة إلى مدنهم منذ سنوات خلت والحكومة عاجزة عن ردع تلك الميليشيات المتغولة أو تغض الطرف عنها وكورونا يقف على أعتاب خيامهم ولا يعرفون متى يداهمهم بأشباحه الفيروسية اشتركوا في القناة